فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيد عنه صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا كما سبق وفيه مسألة يكثر السؤال عنها وهي هل يجوز لعن اليهود والنصارى فنقول نعم نلعن من كفر بالله منهم ومن أشرك بالله منهم فإننا نلعنه نلعنه ومن لم يستجب لرسولنا صلى الله عليه وسلم فإننا نلعنه لأنه كافر لأنه كافر بالله عز وجل والله لعن الكافرين والمنافقين فنحن نلعنهم بجرائمهم لا نلعنهم من باب الهواء نعم وإننا نلعنهم بسبب جرائمهم التي يحدثوها في دينهم وغيروا بها دين أنبيائهم نعم بعض الناس قد ينهى عن هذا من التورع والتعدب يقول لا تفعل هذا وترك عود عليهم بالهداية لا إذا فعلوا جريمة فإنهم جريمة النكرى فإنهم يلعنون جريمة الكفر والشرك لأجل الزجر لأجل الزجر عن ذلك والبراءة منهم ولكن ما أشرت إليه ما هم من باب التورع وإنما هو من باب قولهم التسامح نعم والدين في الدين نعم التسامح وأنهم أهل دين ونحن أهل دين وينبغي أن نتعاون نحن وإياهم ويسوون الإسلام بالكفر والشرك والوثنيات لأن ما هنا أحد ماله دين إما حق وإما باطل فليس العبرة بأن يكون على أي دين إنما العبرة أن يكون على الدين الحق هذا هو المعتبر أما من كان على دين باطل فإننا نتبرأ منه ولا نتساوى معه أو نلحقه بدين الإسلام أو نساوي بينه وبين الإسلام